أنا مدين باعتذار شديد لعدة أطراف أولاً أنا مدين باعتذار لكرة القدم على كل ما أعطتنا كرة القدم من السنوات التي تابعت فيها من مفاجآت و دراما و تقلبات و نتائج صادمة خرجت بالأمس في حلقة أمس و كان تقريباً 99.999 لدي قناعة بأن البرازيد ستتخطى و كان سؤالي لأحمد عفي في مرهس العشي كيف تنجو كرواتيا من البرازيل هذا الاعتذار الأول الاعتذار الثاني أتقدم باعتذار لمدرب أنا شخصياً أحباً من أيام كان في الإمارات اللي هو زلات كودالج أقدم بالاعتذار لمدرج أقدم بالاعتذار لجماهير كرواتيا أتقدم بالاعتذار لمنتخب كرواتيا اللي تناسيت أو نسيت بأنه وصيف مونديال الماضي تناسيت أو نسيت بأن كرواتيا أحد عظماء أوروبا تناسيت أو نسيت بأن كرواتيا وصلت إلى المونديال وتخطت ووصلت إلى دور الثمانية وهي مدججة بروح القتالية فهذا الاعتذار بعد الحلقة التي قدمناها بالأمس وكنت شخصيا متوقع بأن البرازيل ستتخطى كرواتيا بسهولة وكان سؤالي لأحمد أبيب في رأس العشي كيف تنجو كرواتيا من البرازيل لكن كرة القدم اليوم أثبتت بأنها لا تستند لأي وقاعة أو حقائق